كما قلنا ابتسام أنه ثلاثة شخصيات هذه مرتبطة بملف محاولة خلوج محمد بن سالم خارج الأراضي التونسية هيكليا يعني شخصية أحمد العميري وهي شخصية محورية تقريبا في هذا الملف هيكليا كما قلنا هو قيادي بحركة النهضة ينتمي لمشورة حركة النهضة كان نايب على حركة النهضة عن ولاية مدنين كان في المرض بثلتها في قيمة حركة النهضة هو تقريبا من أكثر الشخصيات كما قلنا ثقة لن داخل حركة النهضة لكنه لا يظهر في الواجهة كما شخصية أخرى اخترت أن تكون في الكواليس متع صناعة الرأي السياسي داخل حركة النهضة أحمد العميري من أكثر الشخصيات المخولة لها النظر في الملف الليبي داخل النهضة لأنه عنده علاقات كثيفة في ليبيا في الأراضي الليبية عنده علاقات بالعديد من السياسيين تقريبا هو مكلف بالملف الليبي وبالمفاوضات مع الأطراف الليبية ظهر اسمه بشكل واضح وصريح في 7 مارس 2016 في ملحمة بن جردان وقلي تم القال قبض عليه تم الحديث على أنه ونشرت الكثير من المواقع الإلكترونية أنه أحمد العميري تم القال قبض عليه في محيط الثكنة العسكرية وتم دخاله إلى الثكنة وكان بحوزته هاتف الثورية بين قوسين معناها الناس تسمع فينا هاتف الثورية يستعملوها المجموعات الإرهابية والمهاربين أيضا هاتف خاص طبعا نحكيوا عليه إذا كانت تحب في مربع أي مسال نحاول نفسره شوية مسال نشتاوى بالشيفة وربما الناس اللي بإيجازة فقط المجموعات المتشدة المجموعات الإرهابية تستعمل هذا الهاتف للوروب من المتابعات والملاحقات وعمليات التنصت تم الحديث على أنه أحمد العميري كان عنده هذا الهاتف لكن خرج أحمد العميري في 7 مارس 2016 تقريبا مع منتصف النهار بدأ يأتي في تسريحات نفى نفيا كليا عملية اعتقال ويقافه داخل الثكنة ونفى نفيا قطعيا أن يكون عنده هذا الهاتف وصدر حتى بيان وحتى حركة النهضة أصدرت بيان لكن زميله اللي هو الأخذر باللوشات نائب عن نفس الدائرة الانتخابية كانت أحدث عن اعتقال أحمد العميري وحتى أحمد العميري كان يقول أن الأخذر باللوشات لم تكن لديه المعلومات الكافية في علاقة بهذا الملف للفترة الأولى التي برز فيها اسم أحمد العميري بشكل مكثف للفترة الثانية هو تقريبا في نحكيه فقط في ثواني وزير الدفاع فرحة الحرشاني كان نفى في جلسة تقريبا في 28 مارس 2016 نفى عملية إيقاف أحمد العميري وتخالي الثاني العسكرية عنوة قال أنه تم تحمايته هذا المصطلح يعني مصطلح مطاتي يخضع الكثير من التأويلات السياسية المرة الثانية يظهر في اسم أحمد العميري في جامف في 2018 عند توقيع اتفاقية بين الطرف والتونسي 2017 يظهون 2018 جامف في 2017 فيما يتعلق ما بين تونس والسلطات الليبية 2017 عند توقيع اتفاقية بين السلطات التونسية والسلطات الليبية كان له دور أساسي في هذه الاتفاقية حتى أن هذه الاتفاقية حملت توقيع وهذه أثار الكثير من الجدل تقريبا هذا أهم الملامح الأساسية المسيرة السياسية لأحمد العميري فقط محمد بن سالم هو المسؤول لقل حركة النهضة على ملف الفلاحة ونعرفه تركيز حركة النهضة على ملف فلاحة عادة ما تحرس حركة النهضة أن يكون عندها ملف الفلاحة يعني وزير الفلاحة رئيس لجنة الفلاحة داخل البرلمان وحتى اتحاد الفلاحة اللي كان في عبد المجيد الزار هذه تقريبا علي ليفي كان مقرب من هذه الدائرة وكان في محيط حركة النهضة بشكل مكثف تقريبا هذه الروابط الأساسية بين هذه الشخصية ترجمة نانسي قنقر